اشتركوا في القناة لقد كنت واضحا على الدوام في توقعي بأننا لن نحقق نموا إلا حوالي نهاية العام وأننا لم نخرج بعد من دائرة الخطر لكنني متيقن من بدء عودة الثقة ويجب أن نبقي على الدعم الحكومي للأفراد والشركات لأن التخلي عن ذلك سيكون ضربا من الجنوب تفاؤل الحكومة الحذر قابله حزب المحافظين المعارض بهجوم على سياسات حكومة براون أعتقد بأنه سينتاب الكثير من الناس قلق من أننا نعيش أطول مدة ركود من الحرب العالمية الثانية وهذا دليل على فشل خطة براون لمواجهة ركود نحن بحاجة للتغيير عاجلا من مظاهر الأزمة إغلاق أعداد من مراكز التسوق في أنحاء مختلفة من بريطانيا وهو ما حمل بعض المهتمين على المطالبة بدعم أصحاب هذه المحال لإنعاش الدورة الاقتصادية المحلية دان تومسون واحد من هؤلاء لقد أدى إغلاق هذه المحال التجارية إلى إحداث فرار في بعض البلدات الصغرى لذا يجب العمل بجد لإيجاد مخالج من أثار الركود الأرقام الأخيرة حول الاقتصاد البريطاني ستزيد من تأجيج نار الحرب الكلامية على حكومة براون التي يتهمها خصمها بافتقاد روح القيادة اللازمة في أوقات الأزمة ترجمة نانسي قنقر